بنتكلم على ظروف التكرار. ظروف التكرار دي بتعبر عن مدى تكرار الفعل. بمعنى ايه? لو انا بقول لك I go to school by bus. الجملة دي في زمن البرزن سيمبل. وطبعا بعرف الكلام ده من شكل البرزن بتاعنا. تمام? طالما جاي انتنا تبكده يبقى دا ايه? طب انا عايز اقول مدى تكرار الحدث نفسه. يعني انا كل ادي ايه بروح بالاوتوبيس للمدرسة. في عندي بعض الكلمات اللي بستخدمها زي كلمة always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, never. كل واحدة من دول بتعبر عن مدى تكرار معين. انا مرتبهم من الاكثر تكرارا لحد الاقل والايه مفيش خالص. يعني لو انا جيت وقلت لك مثلا ان انا بروح كل يوم يبقى انا دايما يبقى في الحالة دي هستخدم كلمة always باستخدمها فين? before the verb. يعني هشوف فعل الجملة فين اهو? وهم حاطط على طول كلمة always او sometimes او occasionally ابلاهم. تمام? طبعا لو مدى تكرار كتير دايما هستخدم كلمة always. لو اقل شوية هستخدم usually. اقل شوية هستخدم often or often. sometimes او occasionally نفس الموضوع. يعني انا لو كل يوم بروح بالاوتوبيس كلنا هستخدم ايه? always. i always go to school by bus. بفوت مثلا يوم. هقول له he usually او i usually حسب بقى البرناون اللي هستخدمه. وطبعا فيه ملاحظة مهمة جدا هنا. الverb goes هنا ما يعني الكلمات دي ملهاش علاقة بالفعل من لاحب شكله. هي بتأثر بس على المعنى. لكن ما ينفعش استخدم الاس او حسب البرناون او حسب الضميف. تمام? طيب لما لك usually قلت هنا ايه? goes عشان ايه? عشان هي مش علشان usually. وهكذا. لحد كلمة never never معناها لا. يعني لو انا مش بروح بالاوتوبيس خالص هقول I never go to school by bus. وهنا هنوقف بس يعني ناخد لقطة كده بسيطة. الفرق من كلمة never وكلمة don't and doesn't. انا بستخدمهم to make negative عشان اعمل ايه? اعمل دا في. لما اجا اقول لك دلوقتي he never goes to school by bus. حلو كده? طبعا اننا حطينا الاس عشان كلمة ايه? هي. طب واحد اقول لي يا مصر مش فيه never المفترض اقول he never go. لا. كدان بيحصل مع كلمة don't وdoesn't. يعني لو هنا عايز ان في الجملة دي نفس الجملة بdoesn't هقول he doesn't. وهنا في الحالة دي هستخدم the infinitive go to school. تمام كده? دا بالنسبة لي adverbs of frequency. ومكانها بيكون before the main verb. يعني قبل فعل الجملة. اوكي?